خليني أرشوها مع مطش المأولين وإحنا اتكلمنا عليه سريعا أنا وصاره في بداية الحلقة الفريق كله الحقيقة كان نجم والشوت التاني أعتقد ظهر المعدن الحقيقي اللي نادي الأهلي وما بشوف أنه أكتر حاجة الأهلي كسبها في المباراة دي هي عودة الروح يعني طبعا الثلاث نقاط كانوا مهمين جدا خصوصا طبعا إحنا كنا خسرانين أربع نقاط نتيجة تعادلين قبل كده كان مهم جدا أن إحنا نستعيد الثقة ونستعيد الصدارة حتى ولو مؤقتا وإن كنت أتمنى إن شاء الله صدارة مستمرة كان مهم جدا نوصل للحالة العالية دي قبل ما نروح لمباراة صعبة جدا مع بيرامدز والأكيد كان مهم جدا نستعيد الثقة والروح قبل ما نروح كاس العالم للأندي حقيقة أن مباراة المأولين كمان يمكن رسالة لكل المنافسين أن الفوز على النادي الأهلي الحقيقة حلم صعب شوية وأنه فعلا أهم من الثلاث نقط فكرة الروح اللي احنا شفنا هي دي شخصية البطل وهي دي شخصية النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليها أنه زي ما بقولي أحمد أنه فعلا لحد آخر لحظة جمهور النادي الأهلي عارف أنه الأهلي قادر أنه هو يعمل ريمونتادة ويرجع في المباراة ومش بس أنه نجيب جنين ونبقى متعدلين لا كمان أنه احنا نحقق الفوز وهو ده اللي حصل وحصل في وقت مهم علشان يبقى فيه ثقة كبيرة طبعا للعيبة قبل مباراة بيرميدز والأهم قبل كاس العالم للأندية اللي مستنين فيه طبعا مباراة نارية إن شاء الله نشوف النادي الأهلي فيها بيقدي الأداء المطلوب منه والكبير وطبعا النتيجة الإيجابية إن شاء الله